كريم بيبرس القناة الأولى ساعتك فندم تكلمت من اجتماعين أو تلاتة تقريبا عن فكرة أنه ما فيش دولة في العالم معليهاش ديون حتى أخوى اقتصاديات العالم يعني ولكن بعدها بفترة كنا جات برضو الكلام على فكرة صندوق النقد الدولي الشارع بقى دايما مرتبط عنده تخوف كده أول ما يسمع صندوق النقد الدولي يعني هيحصل قلق ونفسي تقلق وإلا هيغلق وإلا مش هيغلق وارتبط ديون بشكل عام هل في آلية معينة الحكومة حطاها خلال الفترة اللي جاية للتعامل مع المديونية أو لضمان على الأل تراجع المديونية احنا يمكن نتكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل وتاني حرجع أأكده احنا الحمد لله على مدار الست شهور الماضية نزل الدين الخارجي وحضركم أكيد تابعته الأرقام من أكتر من 168 مليار لمية 53 وأعلنت بوضوح شديد إن احنا بنستهدف على مدار التلات سنوات القادمة نزول الدين الإجمالي وهنا بتكلم على الدين سواء بالعملة المحلية أو الدين بالعملة الأجنبية وياخد المصاري النزولي ده شيء مهم جدا جدا وإحنا كدولة حطين لنا حطين هذه المستهدفات وبتبقى حتقاص سنة بسنة أنا مش بتكلم بعد تلات سنين لا كل سنة حنبقى مستهدفين رقم قد إيه وده يعني إحنا شغلين على هذا الموضوع بالكامل وعندنا الرؤية على هذا الموضوع وبالتالي تاني مرة أخرى إحنا بنتحرك على أساس إن يبقى الدين الخارجي تحديدا في الحدود الأمنة تماما إحنا الحمد لله زي ما قلت يعني في الحدود الأمنة ولكن عايزين كمان ننزل أكثر في هذا الموضوع ولكن كل الأمر برضو مرة أخرى كل ما الأمور العالمية هتهدأ وكل ما التضخم العالمي بيقل هتبدأ الأمور برضو بتخفى علينا حدر حضرتك مثل إحنا بعض الديون الدولة الخارجية الدولة مربوطة بسعر فايدة عالمية طيب من سنتين كانت سعر الفايدة واحد واثنين في المائة النهاردة وصل إلى خمسة وستة في المائة طيب ما هو لما يرجع بقى المعدلات العالمية للأمور البسيطة اللي قبل كده هتقل حتى علي فطورة الدين الخارجي اللي أنا بسددها سنويا فالحقيقة هي شبكة معقدة كبيرة بقت موجودة ما فيش دولة شغالة بمعزل لوحدها كله بيتأثر باللي بيحصل في العالم فعشان كده تاني مرة أخرى حتى في هذه الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها وضعين الخطة بتاعتنا هنقلل الدين بتاعنا ازاي وفي نفس الوقت وده شيء صعب ازاي بتقلل وبتعمل سياسة كماشية في الانفاق بتاعك كدولة لكن في نفس الوقت عايز اللي اقتصاد بتاعك يفضل يعلم وبالتالي انت عايز تشجع قطاع الخاص عشان كده لما باتكلم على سياسات تحفيزية واستثمار أكتر واتجارة خارجية وكل ده علشان القطاع الخاص هو اللي يطلع ويقود أكثر وأكثر في خلال المرحلة القادمة موسيقى موسيقى